السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا في مقرر الفقه درس الظهار نعم يقول عندنا في مقرر الفقه درس الظهار وأن المظاهر إذا ظاهر دون توقيت فإنه لا يلزمه كفارة الظهار أما إذا ظاهر بوقت معين كأن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي شهر محرم فإنه إذا عزم على الوطء خلال شهر محرم لزمته كفارة الظهار فهل هذا صحيح؟ لازم تجيب لي الكتاب هذا وشوف من كلام هذا هذا كلام باطل هذا كلام باطل ولا يقوله أهل العلم أبدا لازم تجيبه ونشوف نعم